اشتركوا في القناة وقت شبتك ما بعرف جو صار اللي مثلك عشك لك اكتار اعتقد كثيرون في حينها أنها مجرد فتاة شقراء حسنة الشكل والمظهر لن تطمح إلى ما هو أبعد بكثير من المشاركة في برنامج سكيتشات الناجح لكن حقيقة الأمر أن الوافدة الجديدة لم تكن ترى في البرنامج سوى نقطة انطلاق لها لأنه إسرائيلية رح يعتمون لبالدنيا من أول اجتماع تم يجتمع بميشه ماركيني يا يا ماغلن أنت محلل الفرزية فابنته بلدة روم التي ولدت وترعرعت في بيرول وعلى الرغم من إدراكها ومنذ مراهقتها لجمال شكلها الخارجي وتصالحها مع الفكرة إلا أنها كانت تسعى كي لا يكون هذا كل ما تملكه من رصيد لذلك حرصت على الحصول على البكالوريا العلمية ولم يكن اختيارها في نهاية المطاف لكلية الإعلام في الجامعة اللبنانية إلا بسبب وضعها المادي وبسبب قرب الكلية من منزلها عملت في مجال الإعلانات وهي في سن المراهقة وهناك اكتشفها ماريو باسيل بالصدفة وضمها إلى فرقة مارك قديح حيث شاركت في مسرحية بلدين قبل أن تصبح جزءا من فريق منع في لبنان عام 2001 سلم مضيع الطقس الشهير في حينها ميشيل سنان الصبية العشرينية نشرة الجوية فبدأت مرحلة جديدة في حياتها أمام الكاميرا ستستمر لسنوات طويلة اكتار رح يشتقوله لميشيل اللي عودنا دايما أنه عملنا جولات مهضومة فوق بعض المناطق اللبنانية بعتقد أنها المرة إله حق بأنه يعمل جولات كما خاضت في الفترة عينها أولى تجاربها التقديمية في برنامج حمله اسم كاللالله بيسعدني وبل بيشرفني كتير أنه استضيف الليلة معي هون في استوديو الأسطورة الصبوحة والاستاذفة دي لبنان أهلا وسهلا فيكم كانت تلك مرحلة جمع الخبرات والتجارب في حياة كارلا حداد فشاركت في الموسم الأول من كوميدي نايت مع ماريو باسيل خلاص ما بقى فيي أتحمل يا دليدة صري سنتين على نفس الحالة سنتين عم عيت نفس الجملة الفاصلة ما عم بعرف غيرها كل شي عم بقوله كتا الهوائية باردة كتا الهوائية صخنة هبة باردة هبة صخنة منطق الدغي الجوي منخفيد منطق الدغي الجوي مرتفع طلع ضغطي ونزل شي مئة مرة من كتر ما عبولها الجملة كما جربت حظها في عالم المسلسلات ومثلت إلى جانبي سمير شمس وباسم مغنية وعدد من النجوم اللبنانيين في مسلسل خطايا صغيرة حاول حميد بعد مرة بليز كرميلي طيب كرميلي كحاول واذا رفض مثل كل مرة منسافر ومنتجوز برة شكل عام 2006 أول نقلة جذرية في مسيرتها التقديمية عندما شاركت توني أبو جودي في تقديم الموسم الثالث من يليل يعين لم تستمر التجربة لأكثر من موسم إذ كان لبنان في حينها غارق في دوامة الأحداث السياسية والأمنية وكانت مساحة البرامج الترفيهية شبه معدومة على الشاشات المحلية الحررة بتتروح على الساحل فوجدت حداد نفسها عالقة مجدداً في دوامة تقديم نشرة الطقس فيما مثل برنامج حلو مرة التي كانت تتشارك في تقديمه مع مجموعة من المدعات في فترة الظاهرة المتنفسة شبه الوحيد لها نستقبل نسرين الزيادة التي تستوحي تصميمها من الطووس وفيه أجمل من الطووس اللي بيتمختار مثل شيء أمير عام 2012 وبعد أكثر من عقد شعرت كارلا حداد أن وقت الرحيل من الـ LBC قد حان خصوصاً بعد أن عرضت عليها قناة الـ MTV تقديم برنامج Dancing with the Stars فغادرت مكتفية بإبلاغ بير الظاهر قرارها من خلال بريد إلكتروني مقتضم مرتين ما تنزلي على هالبلتو بلا ما يكون فتح البرنامج الذي قدمته هي وويسان بريدي لمدة أربعة أعوام أفاقاً جديدة لكارلا حداد ووسع شريحة جمهورها على الرغم من أنها في تلك الفترة قامت بتقديم برنامجين عربيين الأول هو برنامج نجم الكوميديا على قناة الحياة المصرية والثاني هو الموسم الثاني من برنامج نجوم بلا حدود على قناة الآن إلا أن تأخر إنتاج الموسم الخامس من Dancing with the Stars والشعور الذي تملكها بأنها باتت مكبلة بمشروع غير واضح الأفاق جعلها تقرر حزم الحقائب المهنية مجدداً والعودة إلى أدمى بعد أقل من 24 ساعة على ظهورها في برنامج من نوجر على شاشة الانتفي تزامنت عودة كارلا حداد إلى شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال في برنامج فيميل عام 2019 مع دخول لبنان في مرحلة 17-20 ومن ثم جائحة كورونا وانفجار المرفع لكن البرنامج وبما تيسر من إمكانات إنتاجية صمد لأربعة مواسم بمسوار ضلوا يقولوا عن الفيميلز بنقوا هني وقاعدين بالبيت من أداء قصص وإنجازات بعد فيميل نجحت كارلا حداد في إثبات قدرتها على حمل برنامج فني ثقيل من وزن The Stage المخصص لاستعراض مسيرة الفنانين الكبار والذي أنتجت منه المؤسسة اللبنانية للإرسال حتى الساعة موسمين رح نستحضر شخصية عزيزة على قلوبنا وعلى قلبك أكيد شحرورة صباح كارلا حداد الفنانة التي تستفزها مقولة كوني جميلة واصمطي تخشى في الوقت عينه على نفسها من صراحة لسانها فتفضل أن لا تطل كثيرا عبر الإعلام كضيفة لكنها مع ذلك وجدت في برنامج ديب توك مساحة مريحة للكلام فأقبلت الدعوة وحلت ضيفة عزيزة كارلا حداد أهلا وسهلا فيك عمجرب إحكي أنا وياك أقول ما نبلش الحلقة بس أنت متحفزة محتفظة فيهم لتقوليهم بقلب الحلقة عبتقولي لي إيه لأيطلعوا يعني مش محدرين ولأيطلعوا هيك بس أحسن بس ما أنا كنت عب أعملك فخ اللي كنت عب أسألك وكتخذ مني معلومات أنت لحتى يكون عندك معلومات تعرفي رعبت الإعداد كيف بتصير صح فعبت قصصيني أنت يعني خلص إذا مش محضر ودي جاك أنا عندي شح بالمقابلات صح هي هيدا اللي كنت عب أقولك أنا وقت اللي كان بدي هنا هيك عب بحكي قدام زملاء أنه أفكر أحكي كارلا النكتر قالولي أنه يعني جرب بس أنه ما منحس عرفته ومنحس شو أنه حتوافق أنه أو صعب توافق حبيت فكرة برنامجك لأنه بتضوي على المهنة مهنة الشخصة اللي أنت عم تستضيفه وحلو الناس تتذكر لأنه دايما عندهم شورت ميموري ذاكرة كتير هيكي بينسوا فحلو الناس تتذكر وإن كان مراحل حلوة أو ما حلوة بس حلو الناس تتذكر أنت بتحب تتذكر الأشياء اللي عملتيا لأنه أحيانا كتير كمان واحد ببدايات وشو ما كان طبيعة الشغل بيعمل قصص يمكن بعدين خصوصي نحن بعالم التلفزيون لأنه مشكلتك بتشوفي الأشياء قدامك أنه بيحس أنه لك أنت أعمل هيك كل عمر له شيء وكل برنامج له ظروفه وكل وقت كمان بيفرض عليك يمكن نوعية معينة من البرامج يعني يمكن البرامج اللي أنا بلشت فيه هلأ بطل الدرجة فيه أشي أنا بحبها شخصيا فيه أشي ما بحبها بس ما بقول أنه بستحب فيها أو أو لي عملتها وصلتني يمكن لهون لأن أنا ما في شيء وصلني إلا شغلي يعني ما في حدا أخذ بإيدي ووصلني أهون يعني أنت من نوع العالم اللي بيحبوا يحضروا حالهم أو يشوفوا شو شغلية لا تعرفت مش لأنه بستحب وليه هيك باشه ما بحب أنه أنه دايما عندي انتئار أو قديم بالمجمل لا لا حتى هلأ بيذو ستيج يعني بحضر حالي أكيد بس إذا بدك كدفوار كواجب لحتى شوف شو الصح وشو الغلط ودايما بنتقد حالي يعني ولا مرة بقول واو بيرفكت كنت اليوم حلو يمكن هذا الشي اللي بيخلي واحد دايما يتقدم أنه يكون عنده قدرة ينتقد حاله وينتقد أدائه لو كانوا العالم عا بيعطوكي فيدباك حلو بس أنت بتضلك ضل شوف الأشي اللي بقدر حسنها أكيد رح نبلش نحن وياكي كارلا من البدايات حضرتك تنتمي إلى عائلة متوسطة بالأساس وحكيتي هذا الشي بأكتر من مقابلة ما عمل لك حرج وكان يمكن هذا سبب من أنه غير مباشر بأنك تدخلي للإعلام لأنه بتقولي علما أنه حاضرتك كنتي شاطرة يعني يمكن هاي كتير ناس ما بيعرفوه بالمواد العلمية واخدي باك فرانسي والباكالوريا اللبناني صح 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 وطوفل وصملة عليك كنت باكالوريا سنت فامي فرانسيز بالفنار ونحنا بالمدرسة عنا دوب الباك باك فرانسي باك لباني ونجحت باتنين وعملت مع التلام يعني علوم علوم وصراحة قدمنا توفل لأن إحنا فرانسي منقدم توفل للإنجليش إن كيس بدك تفوت بجامعة إنجليش ونجحت فيها بس ما فكرت أنه حطيت براسي جامعة خاصة معينة لأن كنت عارفة قدرات أهلي يعني قدروا يفوتونا بمدارس مهمة بس جامعات وبتعرف قديل جامعات بتكسر الدهر قصوص الجامعات الخاصة صح فما فكرت ما تسجلت ولا قدمت إنه ليش بدي أعمل شي أنا مني قدو بس آخر شي لازم أعمل جامعة فها خبرتها يعني وجامعة كالية الإعلام الأقرب كانت لبيتي وأنا كنت تخرجت بعمر 17 يعني ما كان عندي برميدة ما عندي مش متلق ميما كان بسوق عمرهم 14 بكون عبسوق سيارة وممعك دفتر صح فالماما لا تقدر حرام إنه هي موظفة كمين تقدر تخدني وتجيبني البابا بطبيعة الحال ما في لأنه ما ليابل بشغله فارتقينا أنه هاي دي الجامعة منيحة عملت مع أنه منه شي سهل هون ما بدأت استخف أبدا بجامعة لبنانية لأنه بقدم ألاف الأشخاص وما بيختاروا إلا المئات منهم فنجحت وعلماتي كانت كثير منيحة بهالأربع سنين ما كانت كلية الإعلام الفرعة تانية اللي كانت بيجل الديب لا بالفنار نعم الحقوق كانت بيجل الديب شوهي كان فيه شي ما بعرف بعرف أنه كلية الإعلام كانت بالفنار ونجحت عملت صحافة مكتوبة وتخرجت اشتغلت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للصحافة وصلت طب السؤال هل قد سهل عند شخص شاطر بالمدرسة وعلماته منيحة ورايح باتجاه علمي يتخلى عن يعني عن طموحه وما بعرف إذا كان عندك طموح يعني أنت علمي أنت كنت تشوفي حالك مثلا ما بعرف دكتورة كنت حب أهلي يعني كانوا يشوفوني كتير باللبوراتوار وكنت حب بعدني لأهلأ أنا بنتي يعني هلأ طالع سكندري وإنجليش مش مثلي فرنش فيهم كيف مذكرتهم يعني خاصة عن المواد العلمية بس هو أكيد السبب المادي بيلعب دور بس كمان بالآخر حتى بال ممكن ما فيه كان قريب لبيتك بس حتى الجامعة اللبنانية كان فيها كل هيدا الاختصاصات وهيدا الاختصاصات صحيح تأخرت بكلية العلومية ليه حد جامعة كلية العلمية إذا هيدا سؤالك ليه ما تعدمت لأنه تأخرت السؤالي هو هل كنت أنت بعمر صغير صراحة بلشتي تحسي أو تشوفي أنه يمكن طريق الإعلام أو طريق الصحافي خصوصي لبند شكل حلو وما عندها مشكل حتى يعني تحكي يعني عندك الاثنين أنه الشكل وعندك المضمون تروحي بهذا الاتجاه أسهل ما تروحي هل قدة صعبة حياتك لا لا ما فكرت هل قدة ديب وحياتي يعني مش هل قدة سهلة بالعكس تعملتي صحافي لأنه حد بيتك صدقني هل قد كان السبب يمكن منه مقنع أو منه مش منه مقنع منه سبب وجيه أنه تقرر مستقبلك يمكن لأنه ما كنت هل قد عم بفكر أنه بالمستقبل لأنه يمكن بوقتها كنت عم بشتغل أنا أنا كنت عم بعمل مسرح وكنت بلشت بمونعة في لبنان فيمكن لأنه بي هل دا الدومان هيدا حسيت أنه الإعلام يعني تيفي يعني بضلني بهالدومان اللي أنا فيه ما فكرت هالقد بعمق أنه مستقبلة وطموحة ما فكرت هيك مش متل هلأ بتحس هلأ الولاد بيوجهوهم أكتر على المهن يلي لازم أهلي كانوا موفقين من الأساس تروحي بهذا الاتجاه اتجاه الأعلام ما كانوا يحبوا لا صراحة أبدا ما كانوا يحبوا بس لأنه كانوا مرفقيني ويمكن لأنه بيعرفوا شخصيتي يمكن كرمل هيك أنا تعرف أنه ولا مرة سألتهم بس أنه ماما دائما بتقلي أنه يا ريت ما بتعملي هالمسرح وبتشتغلي بالليل وبتقدمي تليفيزيون أنه ما كانوا يحبوا لا بس أنت حتى بالليك أنت عبت ترسير رحتي على الصحافة المكتوبة صح؟ كان بوقتها كمان بعدك عبت تشوفي أنه ممكن التليفيزيون يكون مرحلة وتصير تكتبي يعني يعني مش بس غريب هدا الشي لأنه كنا بريئين بهيدا من عشر سنين من خمسة عشر سنة كيف تمان عشرين سنة كنا بريئين الولاد هلأ مش مش متلنا نحنا بعمرنا بس أنه هدا شوية ما إله علاقة يعني البراءة جزء بس كمان هدا بالعكس الواحد بيكون خصوصي أنه أنت عندك شي يعني عندك على مات وعندك لأني واقعية عم بقلك لأنه شفت أهلي مش قدرين ما حبيت حط براشر عليهم إنه مع أنه بي أنا محامي خريج اليو أجي والماما كمان كانت تشتغل بال والدي كريمون اللي يرحمه اللي يرحمه خليك بس ما حبيت حط ضغط عليهم وبعدني لأهلأ أنا إذا شي ما بقدر أعمله ما بفكر فيه لما أزعج حالي يعني يمكن هالكاركتير غلط يمكن هالكاركتير بحد الشخص أوقات بمكان معين بس هدا اللي حسيته هو أسلوب يعني كل واحد عنده طريقته صح أنت يعني قدرتي بهذا الأسلوب تنجحي وتوصل إلى محلات فار إن شاء الله مش الحال يا بدو نحنا عادة منحكي مرحلة المدرسة والجامعة بعدين الشغل بس أنت المشكل شوي فايت القصص ببعضها لأنه أنت قبل مش حتى قبل الجامعة يعني بالمدرسة بلشت بمنعة في لبنان وبالإعلانات وبكلب ربيع الخولة بالمدرسة إيه ما كان في منعة في لبنان بالمدرسة بلشت بعرض الأزياء كيف صارت كيف صارت عندي ابن عمي اللي هو هلق دانتيست ومشهور جوني حداد كان هو عنده هواية تصوير كان يصور ببرامج سيمون أصمار وكان أصحاب مع كمان دانتيست اسمه جوي حرب الله يرحمه توفى مش من زمان كان عنده أجنس دو منكينا اسمه وكان يعمل مباراة في عدة كاتيجوري يعني بلوند أوف دي يير تينيجر أوف دي يير برونات أوف دي يير أنا اشتركت وفيس أوف دي يير اشتركت وربحت وقت بلوند أوف دي يير أوف دي يير كان عملك شي سبعة عشر بالمدرسة عم تحكي تروازيام يعني في أربعة عشر السنة يمكن وبين لأنه جوني رفيقه لجوي بين أنه ما عنده مشكل فالوله أنه ليش ما بتعرض أنه الأزياء وهيك لأنا ما كنت كتير أهتم يعني بالضعف وكون هالقدم أرق دي فكني أكتر شيء ياخدوني أعلانات مش بوديوم يعني مش عرض أزياء لأنه على البوديوم بدأ تكون كتير سكني أنا ما بحياتي يعني كنت سكني أنا طول عمري بعمل سبار وعندي شيب يعني ولا مرة كنت هذا الضعف طبعا لا المفرط أبدا فكنت أشتغل أعلانات أكتر أنه مني مرتاحة ليه أنه ما بعرف حسيت حالي غير يعني تفكيري بغير محل ما حسيت حالي أنه أنا بس بدي أوكي إذا أعلان مهضوم كنت أمبسط إذا أعلان في حركة في تمثيل في رأس في هيكي أنت مش أنه بيين كاركتيرك إيه حس حالي أنه أنا هون أكتر لحد ما تعرفت على ماريو باسير ماريو مش مارك ماريو بيشركة أعلانات وأنا كنت هم صور أعلان أوكي وشافني أنه من لقطة اتنين يعني أنه يمكن هو بس لصحة السلامة لازم يعيدها بس أنه سألها للماما بتذكر كانت مهية معي وانتروني أهلي يعني صغيرة بتمثل معنا قد له بعضها صغيرة ألا طاعوا أنت ومسيو ريمون بتتعرفوا على علينا وعلى ماركت ريح كانوا أرادي بلش منع في لبنان لا كان لنا مسرح مسرح أنت بلشتي معهم مسرح صح إذا ذكرت ما بتخون بلدان كان اسموا بلدان وبلدان وهيك بلشت أهلك هون ونحن عم نحكي كمانا كانوا أوبن مايندد يعني ما كان عندهم تحفز صوصي أنه عم نحكي بعمر كتير صغير يعني 14 وطلوع أنه أوكي الإعلانات عبتقولي بيعرفوا الأشخاص بس كمان مسرح ومسرح شانسونية يعني كمانا مش سهل ما بعرف قبلو وأنه عأساس البابا دايما عم بيوصلني بعدين تعرفت عتوني بقلب المسرحية وصرنا مقربين من بعدها عمي الوقت أنت صرت فإيمكن أنه هذا الشيء سيء اه رتاحه أنت كيف لقيت تجربة المسرح كمان بالنسبة لبنت بهذا العمر يعني حسيتي أنه رادي تخوضي هايك تجربة صدقني إذا بقل لك ما كنت حاملة هالمسئولية مبسوط عم بطلع المسرح عم بقبض مساري هيدا همي بس أنا إذا بتسألني هلأ أنا كتير بحب أعمل مسرح بس أكيد مش شانسونية أنا بحب أعمل مسرح غنائي تمثيلة غنائي بحب بحب المسرح وبتأثر كتير لما شوف مسلين على المسرح وبحس دايماً اللي بمسله على المسرح أقوى بكتير من اللي نشوفهنا على التليفزيون والمسرح فيه صعوبة لأنه فيه تفاعل مباشر مع الجمهور صح حتى بالشانسونية كمان هدا الشي موجود لو اللي عبت قدمي يعني يمكن مش بنفس لفل المسرح الغنائي بس كمان فيه أنه مع الناس صعب أكيد فيه موهبة فيه فيه رسالة بدك توصلها فيه مسج لو بضحك النسي بفكر أنه الدحكة شي سخيف بضحك بدك توصلها عن جد تضحك يعني ياما ناس تقول نفس النكتة بيقولها نفس غير شخص بتطلع بايخة بطلع أنه عرفت أكيد أنه فيه تالنت قدامك بتقدروا ما فيك ما تقدروا أنا رح أحكي كمان شوية عن قصة تجربتك بالمسرح بس لأنه أنت رجعت عملت تجارب تاني مع ماريو باسيل بيكوميدي نايت وعملتوا شي كمان مع ليليان نمري أنت وطوني بعتقد صح بس بس بعد ما بلشتموني عفي لبنان بقيتي على المسرح معهم ولا صار بس شغلك تليفزيون لا كان عمشتغل مسرح وتليفزيون لحد ما وقف يعني موني عفي لبنان وقفنا فترة مسرح رجعنا بالألفين عم ترجعني عن جد وراء يمكن ألفين وستة أو ألفين واربعة يمكن لا ألفين واربعة بلشنا مسرح مع ماريو يعني آخر ألفين واربعة بلشنا بالجراند هيلز مسرحية كوميدي نايت وعرفت كان هو فصل فنيا عن ماركة إدايح كان بلش يعمل مظبوط وما بقى كان فيه برنامج منيعة في لبنان وبلشنا بالمسرح مع ماريو وعرفت تسويكسي كتير كبير كنا عم نلعب يعني خمسة يام بالجمعة وماتينة ما بحياتنا عملين شانسونية ماتينة كان البيك طبعا صح بس كمان قبل منيعة في لبنان يتحمل مسؤولية إنه قدم كارلا حداد للناس بشكل أو بصورة معينة ضلت أسيرتها لوقت طويل إنه هيدا البنت الحلوة السكسي اللي بس بيتركز على شكله ولا هيدا كان طبيعي لأنه هيدا الشيء الممكن ينعمل بهايك برامج يعني أنت هيك إذا بديك تطلع بموضوعية لهيدا التجربة بتحب إنه بدايتك الحقيقية بالتلفزيون كانت من هونيك لا وإيه بنفس الوقت إيه لأنه مثل ما قلت لك ببداية الحديث إنه يمكن لو ما عملت مونيعة في لبنان ما وصلت لهالمشوار يعني أنا بأمنة كمان أوقات إنه في شي مكتوب بدك إنه تمرق فيه بس لا لأنه كنت بحب دغري إدخل مجال تقديم المرامج وتقديم المرامج اللي بتشبهني مش ضروري تكون يعني مية بالمية سيريس أنا بحب هالجل لا أنا بحب كون كوميديان أنا بحب إضحك بحب دحك العالم وكمان بلبنان للأسف الكوميدي مش كتير إخد حقه يعني ما بتحس نجوم كوميدي بصيره نجوم بتحس إنه الممثل بمثل الدراما بصير هو الجون برمير في شي أبعد من هيك إنه دايماً وهذه سرنا حكينا مع كزا ضيف بتلاقي الكوميدي إجمالاً بينكتب للشباب أكتر من للبنات أو ما بعرف إذا هي مشكلة كتابة أو حتى مشكلة أداء لأنه البنت بالمجمل خصوصي إذا كانت بنت حلوة بتعتبر إنه بس بدا تعمل كوميدي هده بيكسر شوي من من الامج تبعه أو من الأنسوية تبعه لهيك من لاحظ بأغلب البرامج وبأغلب المسرة حتى دايماً التركيز على الشاب يعني البنت بيكون دورة محصولة بس أنا ما بلوم البنت اللي هي أنا بلوم الكتاب نحنا ما عنا كتاب يعرفوا يكتبوا كوميدي مع احترامي يعني ما يعني كأن الستكمز اللي نشوفهم قبل إنه تشوف بنت عم تنهبل بس إنه مش إنه عم تقول شي بيدحك سوري كاميرون دياز كتير حلوة ليش بتمثل الكوميدي وكتير مهضومة يعني فلأنستان حلوة إكزاكلي فيبي بفرينز إنه منا مرة بشعة ليه بتمثل كوميدي وبتدحكنا مش لأنه هي بس مهضومة لأنه النص اللي عم بتقوله مهضوم لأنه النص بيساعد بس لأنه هي بحسية موزعة بيبي بي 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 لبنان إنه البنت بده تكون سكسي والشاب بده يكبل إفاق هني حطوها بهالإطار هني حطونا يمكن بهالإطار يمكن أنا كنت صغيرة ومهضومة ومدني زعلانة إنه ركزوا على الكتال حلو ولهلأ أنا بحب إنه أطلع حلوي هلأ أنا معك بهمني تكون صورتي حلوي مش شي غلط يعني منا تهمي إنه مرة تكون حلوي بس إذا دور كوميدي تطلب منك إنه ما تطلعي حلوي هلأ أنت عملت بمونعة في لبنان كمان عملت البصل وعملت الجيران وأخذوا سكسي يعني عرفت ما ما كان ما كان عندي مشكلة بس لما صرت شوف إنه الاهتمام والشهرة والتاخد تعمل حساب لحدا هو للأشخاص بمثله دراما وللموزيعات بطلت حب أعمل هلشي مش لأنه أنا جواتي ما بحب الكوميدي أنا كتير بحب الكوميدي كتير كتير يعني أنا هلأ خيرني بين فيلم بخوف وفيلم دراما وفيلم كوميدي أو شي بروحها للكوميدي طبيعي أكيد والكوميدي أصلا هايدي مقولة ما بعرف قديش صح بس شائعة إن الكوميدي أصعب من الدراما لأنه بكتير لأنه بدأ نص بدأ موهبة بدأ عدم شو بيقوله يعني ما بدك تأوفر للضحك يعني ما بدك تعمل وجه مسخرة لحتى أنه تضحك كوميديا الموقف يعني صح وما بدك تقول كلام زفر للضحك يعني مش هاي الكوميدي يمكن كلام عادي موقف مهدوم ممثل قريبا على القلب ما في حدا بيقف بوجهك بس بدك هول عناصر يكونوا موجودين بوجه منعة في لبنان كان فيه تجربة تانية اللي هي الأسأل شي مسلا الأسأل شي ما اتكل على نفس اللي بيتكلوا علي برامج الكوميدي اللي بياناتهم منعة في لبنان اليوم انت كمشاهدة بتنحاذي أكتر لتجربة مثل تجربة تلاسأل شي ولا لتجربة مثل تجربة منعة في لبنان لا لا أسأل شي لأنه كانوا سهل الممتنع بتحب الأسأل شي ايه كنا يعني والبرهان اللي هلأ بعضهم وولاد يعني حتى من عمر اللي هي من عمر البنتي عم بيقولولها أصحابه أنه تعي نحضر ما في مثله وبيكن بالأسأل شي بتاعي نحضرون يعني ما بلاقي يمكن قليل لتا يحضروا منعة في لبنان فأسأل شي علم بذاكرتنا لأنه كان هالأد سهل وكان هالأد عم يحكي بالأشياء الحياتية أكيد بشوية أوفر لأتحك بس أنه كانوا بيدحكوا كانوا طبيعية حسي أنت كان ممكن تكوني جزء من كاست هيك لأ لأنه كنت صغيري أنا عم بحضرون لأ مش أنا عم زغر حالك لا لا بس أنا عبقول هيك نحو فاميدي بتلاقي حالك في أكتر أنت كممثلي كمانة تبري هلأ هلأ هذا بدأ لك إذا هلأ إيه بوقتها ما كنت أعرف أنه هون أو نحنا مبسوطة بحالي عم بطلع التليفزيون عم بقبض مساري كبيرة عند بالجامعة بس أنه أنا مسؤولة عن حالي كانوا يتعاطوا معيك بالجامعة كاستار صراحة صراحة وكنت تحبي هذا الشيء إيه وبعدني بحب واللي ما بيحب إلا أنه لأ أنا بحب بحب الناس تعرفني وتحبني أهم شيء تحبني لأنه فيك تعرف شخص ومطيق رجمالاً بيحبوك الناس كتر خير الله ما بيوصل لك هايك في تباك يعني ما أنك حدا مكروه أو حدا عنده بيزعي للناس كتر خير الله صح ولا لا أكيد هذا اللي بيبسطني وهذا بدي إلاك عم نحكي للعالم بس يمكن بالمهنة في ناس تكون بتحبك ونس لا وحتى بالعالم مش كل العالم بتحبك عرفت شو قصدي بس إنه الأغلبية إيه إيه موني عافي لبنان وإيه عم بقولها بشكل يعني مش إنه شايفي بحالي بس عم بحكي إنه شو بسمع وهذا شي بيبسطني ما بيخليني شوف بحالي هذا شي بيخليني إزعل إذا حدا محبني أو حدا قال شي مشان هيك بتأثر أنا بتأثر بالعالم اللي بيقلك ما بيتأثر ما أنا عم بطلع لمين عم بحضر حالي يعني ولا الناس عم تحضرني لا هي أكيد عم نحكي أغلبية وقف موني عافي لبنان بالألفان وثلاثة ألفان واربعة تقريباً مش مذكرة السنة يعني لك هنا تقريباً تبري بهالحدود قبل يمكن قبل فراس يمكن شيء ألفان ألفان واثنين ألفان واثنين ألفان واثنين بعتقد ألفان واثنين تعملت ألفان وثلاثة ورجع ماريو كمل لحاله عمل بلش بشغل المسرح بعد وقت قصير ورحتي أنت معه أوكي كمان بوقتها يعني أنت عب تقولي أنه كنت عب تجربة تقدمي حالك أو كنت بلشت تفكري تقدمي حالك بطريقة ثانية بس ما كمان مسرح شانسونية بيرسخ صورة البنت الحلوة اللي بتجي العالم تحضر نكة الشاب بصراحة وتتفرج عشو لابسة وكيف تحكي مظبوط ولا لأ فليش خطيتي هيك خطوة ولا كنتي كمان بعد بعدك بوقتها أنه لأ مبسوطة بالشهرة ومبسوطة بالإكسبوجر ما كنتي بعد بلشت تفكري بالطريقة اللي عم نحكي فيها هلأ بي كوميدي نايت عم تحكي بي كوميدي نايت عم تحكي بي كوميدي نايت كل شي قدمته أنا كتبته أنا عملته أعملته فكت عم انتقت حالي بنشرة التقص صعب أضبوط كنت عم يعني عم عملنا كاركتير دعد برعد يعني مساء بالدادة بدل يعني عملنا إشي تحكت فيها لأ كنت مهضومة فيها ما كنت بس مرة حلوة ويرش عم بقلك المرة الحلوة ما أنه اتهام هيدا شي إضافة يعني إذا أنت عندك الهدامة وعندك الوقفة على المسرح المطلوبة إذا أنت حلو شو شو تهمة يعني لا دائما بيسألوك أنه تركيز عجماليك إيه راكزوا عجمالي شو شو يعني إذا كان فيه ناس مبسوطة بس جاي تشوف كارلة لأنها حلوة بس ما لأنه مرات بيخليهم ما يشوفوا المواهي بقول بكرة التانية بيها المسرحية شايفو ومنشان هيك عم بقلك لعبنا يعني خمسة خمس عروضات بالجمعة نعم والمتيناء وضينا سنة يعني لو ما أنا وطوني بعدين حبينا نوقف كانت بعدها بتكمل وكملت أصلا يعني من بعدنا أحبتوني وقتا يعمل شي لحاله يعني نعمل شي لألنا هو هذا الشي اللي عم نحكي عنه اللي كانت معكن ليليان نمري صح وميشيل أبو سليمان بس ليمان ننجح كثير أو معاش لأنه ما بيكفي بس المسرح أنت بتعرف أنه ما بيكفي بس كون عندك المسلين مهمية بدك إدارة إدارة المسلين إدارة مسرح حدا يركض يعمل بروموسيون حدا ينتبه على السالي دي ماريو قوي فيك كان كثير يعني كبروديوسر يمكن لأنه شتغل مزبوط كان عنده هيدا الشي مزبوط ما كتير إلو خلق لا توني إنسان تالنتد يعني ما بيعرف بالحسابات ما بيعرف بالماركتينج يمكن كتير بس إنه بيور تالنت ومش غلط بس إنه كان هيدا هو اللي يمكن ما عيشة كتير للمسرحية بوقتها نطينا نحن بس نحن بعد منيعة في لبنان كمانا أنت بلشت مع الالبي سي أو بلشت مسيرتك مع الالبي سي أول شي بنشرة التقص هيدا كان أول شي بعد منيعة في لبنان ما عمونيعة في لبنان كنت عم بعمل التقص صحيح ما بدون حدا جديد وميشيل متل ما قالت سلمني الهواء وبلشت أنا كتحبي أعمل ربط فكرات بس هني طلبوا منك يعني ولا أنت قدمتي كاس؟ أنا كتحبي أعمل ربط فكرات فأنا عرضت الفكرة قالوا لي إنه ربط فكرات رح نوقفها سون إنه بطل الدرجة يعني ربط الفكرات ونقصنا حدا بالتقص أنا التقص إنه أوكي بجرب حبيتها والناس وقتها كنا نعمل الجولة والضيع ونحط صور فحبيتها وضلت فيها بس أنت من أول فوتي يعني حتى وقت اللي كان عبي سلمك الهواء كنت مرتاحة يعني ما كان عنديك مشكلة هي كانت لايف؟ طعف إنه بحب أنا كنا يعني ما فيك تعييد يعني كتير ما كانت لايف هالأيام هي لايف بس بوقتها لا ما كانت لايف بس أنت الحق في فصلت اللايف ولا لا؟ نو لا آه كله كانت تسجيل نعم بس إنه تسجيل إنه هي إنه ما بده هالتسجيل يعني إنه سهلة آه لي بس إنه قد ما يكون يعني يمكنك أصدك رهبة يمكن أنه بتخفش والرهبة آه ما كانت تبينينا لأنك معوضة على الكاميرا آه أنا وبحب حبيت التقص؟ بأول فترة آه بس بعدين خلص صار إنه روتين وصار وظيفة وهيدا الشي بحس ما حدا بحبه أنت كنت موظفة باللبي سي؟ صح بالتقص يعني بس مطلوب منك تعمل التقص ومالإدافة إذا طلبوا مني برامج بعمل هالبرامج بتكون مدفوعة بس خارج نعم خارج المعاش سببتك بتخبري قصص ما أنت متل ما عبتقولي الصريحة أنه أنت اللي خلاكي تبقي هالآت فترة طويلة بالتقص هو بكل بساطة موضوع الضمان صح أو العامل الأساسي للأسف البلد هيك بلدك هيك ما عنده احترام للشيخوخة مع أنه أنا أهلي يعني صغار يعني الماما انصابت بالكانسر بعمر خمسين سنة وتوفت عمرها ستا وستين يعني صبية أنا بيقية بس للشيخوخة حتى للأمراض حتى للأمراض ما حب تضلت تروحها الشغل بلا شعر وباي مرد للأسف يعني أنه كمان شاب توفى عمره ستين سنة صار عنده هالآس يعني أمراض صعبة فاضطروا يوقفوا شغل فحسيت حالي أنه طيب شو من أعمل أي الأسف اللي هي التلوح التصلب اللوائحة صح تصلب اللوائحة اللي بيقتل النار العصب بالجسم أمراض صعبة وما إلا دوا فشو كان الحل أنت عنديك أخوة؟ عندي خية ومن مثل حالة هالبلد يعني من أول ما تخرج هاجر خية بكندا وخيك بعضا بأسس حاله وانت بتعرف أصغر منك بثلت سنين وانت بتعرف أنه مرض عم نسمع عنهم اللي هلأ بالأخبار أنه مرض الكنسر والعلاج قد يكلف كل جلسة طيب أنت لو قد ما معك مساري فيك الجمعة تحط خمسة آلاف دولار ما فيك لا أكيد لا سوء إيه بس أديش أديش صعب على حدا يكون عنده هالقطا أو هالقد رغبة بأنه ينطلق ويلاقي حاله أنه محصور بمحل معين بس لأنه أهلي أهلي هو هدف كتير سامي بس أنه أديش من جوه كمان بيكون واحد عبي عبيعاني يعني ما فيك كنز عليني إيه بس محبتي لأهلي أهم بكتير هم وبهاي الفترة أكيد كان يجيكي يعني فرص بس ما يكون إلى طابع السبات أو الاستمرارية صح هم شو تأثرت؟ أنا ما بديك تتأثري أما بحب أحكي عن أهلي أنا ما بدي دائك أنا كتاب بحكي عن موضوع الكارير بس اتطرينا نفوت بهذا التفصيل لأنه يعني العالم دايما تسأل أنه أنه ليش هالقد بقت كان لوقت طويل بالطاقص فكنا هم نوضي حايدا أنه صح البلد يعني بيحكم مش بس علي ع كتير شباب هلأ أنه يفلوا أنه يعملوا إشية يمكن ما بيحبوها بس لأنه هيدا اللي موجود هلأ سكارلا هأسألك سؤال تاني صريح كمانا يعني يمكن هاي حلو توضح للناس أنه هلأ كتير عالم بتفكر بهاي داك الوقت أنه كارلا بنت حلوة ومرتبة وهي كان بتقدر تفكر ماديا وأكيد كان صح عليك تتجوزي حدا معه مصاري وتقعدي وتتستتي لأنه كمان في هاي دي الانبريشن عن البنت الحلوة أنه قديش مرات العالم تظلم البنت عندها هيدا الشكل حلو بتربطها بصورة معين يعني أنت بالوقت اللي اخترت تكوني بها ديك الفترة مع كمان شاب موهوب كان عبي أسس حاله اللي هو طوني أبو جاودي أنه كان فيك تروحي على خيارات بتريحك أكتر من الناحية المادية صح؟ صح ولا مرة فكرتي هيك صراحة لا لأنه بحب لأنه أنا بحب بحب أنه حب حدا يعني بحب تكون علاقتي بشخص بحبه مش مصلحة سيئة بتحبيت شخص إنه كمان من عيلي متوسطة وعبي أسس كان وعبي أسس وهيك صارت يعني ما فكرت يعني ما ما هيك راح تفكيري خلص طب بعد كل هالتجربة وبعد كل هالمعاناة اللي واحد بعيشها بصير يحس إنه لا المصاري أهم مش بس مصاري مهمة مصاري مهمة ومن من العناصر الأهم من العناصر الأهم بالحياة وما بعرف كمان ليش إنه بقولولك دخيلك قولي كتر خير الله مع إنه شو خص أكيد ويكون معه مساري ويعمل مساري كتر خير الله أنا بكاريارتي بلبس أحلى لبس طل أحلى طلي ومبسوطة أكيد إنه ما بقدر أعمل كل شي ممكن نفكر فيه مشان هيك قلتلك كمان بنرجع لأول حلقة بعرف أوقات أنا شو في أعمل شو لأ مشان هيك أنا مبسوطة مقتنعة يعني بحب أتقدم بدرس خطواتي مزبوط وبشتغل يعني بشتغل ما بحياتي تعود إنه يجيني شي على السهل المستريح أو يا شي بتعب بس إنه خلص تعودت هيك بس تأجي إليك لأ المساري مش مهمة والحب هو بيعمل أحلى حيات مش مزبوط مش مزبوط بدك من كل شي بدك من كل شي وأكيد أنت تكون مقتنع وتعرف حدودك وين؟ كل آخر شي هيك المساري دايماً في حدا معه أكتر أو دايماً واحد في عمل أكتر إنه واحد بيطمح للأحسن شو الهدف مثلاً إنه تقعد أنت بأجمل أصر هو كتير حلو ويكون عندك كل شي بس أنت لحالك يا ما في ناس هيك بتشوفهم ماتوا ما حدا إجا عز فيهم شو بش إنه كمان مش هيك ولاحظاً إنه قاعد تحت الجسر عم تشتي على الدنيا ومش قادر ياكل خبزة سخنة كمان مش هيك بس بعنده صحة إنه شو الغلط إنه نقول كتر خير الله والرب يرزق ويعطي وتكون أنت مرتاح أنت مؤمنة مش عايز حدا أيا كتير مؤمنة نعم ممكن هدا بيساعدك تتجاوزي وبساعدك تكوني إيجابية بكتير محلات يعني أكيد وشوف الإشياء المنيحة أوقات يعني النص المليان إذا الواحد جودال اللي مركز عن النص الفاضي هو بيزعل هو بيقص أنا بهرب من الإشياء اللي بتزعلني ما بقدر بهرب بهرب حدا إيجابي بالمجمل بتعتبري حالي إيه وحتى لو أنا زعليني مع أصحابي وإذا ومع بنتي ومع أطراجي بدي دلني عم بدحكهم عم نضحك وعم نتسلى إنه اللي بي سي إلى جانب الطاقس كمان عطتك فرصة أولى أنك تقدمي ببرنامج يعني كنتي كمان بنفس المرحلة غير منع في لبنان كارلالالا وقتها نعم اللي هو كان عبارة عن بروغرام تستضيفي في فنانيين كان درج بوقتها بتستقبل فنانيين وبتاخد اتصالات مباشرة بوقتها بتي حلقة مع صباح يمكن كمان مع صباح وفادي لبنان كان مع مظبوط يعني عملت مع أسامي كبيرة إليسا نانسي عجرم هيفة وهبة يعني بقول يا ريت آآ بيها النضج اللي عندي إياه هلأ بقدر هلأ استقبل صباح مثلا إنه كنت بقدر وجود صباح معي أكتر بكتير عرفتش قصدي يعني بس إنه كانت مرحلة بس هو كمان جان في شغلي بهديك الفترة إذا واحد بيرجع بالأرشيف كان أسهل استضافة الفنانين اللي يصنفوا أنت بتتحفز شوية على هذه التسمية كلاس A يعني بمعايير السوق اللي هنه كلاس A ما كانت هالأد صعبة يعني تجي تفكري هلأ كانوا بحاجة لمنبر يطلوا من خلاله لحتى يحكوا عن أخبارهم للناس تشوفهم وكانت الأل بي سي بعزة بوقتها نظبوط وما كان فيها ممكن أول فضائيات صحيح هلأ في عندهم السوشال ميديا عندهم البلاتفور ما بينليموا يعني من خلال البلاتفور بيطلعوا بيخبروا جديدهم بيعملوا بروموشن لعملهم الجديد بيفرجوا وطلطهم يمكن حياتهم هن بيفرجوا الأشياء اللي بدون يفرجوها فيها وصار بالنسبة لإلون التليفزيون أنه هيدا شغل يعني أنت لا يكون عندك ضيف أنه بدك تفعله بدك تفعله أو بدك تعمله سيتاب لإلو يعني يمكن تغير بالذكار ما بعرف تعمله حلقة سبيسيال يعني صار في كتير صعوبات أنه هلأ أبل كان بدون حدا يعرض لهم فيديو كليب هلأ هني المنصات كلها بتعرض لهم الكليب بفهمهم هيدا شغل كان ينعمل ديل مع التليفزيونات تحديدة مع الإل بي سي أنه هني بيعملوا دعاية للحفلات وبيعرضوا الفيديو كليب بمقابيل مثلا طلعة 2-3 هلأ اليوم الفنان ما عد بيحاجة لاتي في يعني بيعرض عشوش في الميديو صح ونحن عم نحكي هون إلا إذا أكيد يعني حابب يطلع مثلا بيبرنامج بيحب الموزيع بيحب المحطة بس ببدا تصير يعني حالات بس أنه بتفهموا فيه فيه شغل لها الحل أنت بتتفهمه بتفهم أكيد بتفهم أنا بحب استقبلهم كلهم لأن أنا عن جد بحبهم كلهم أنا بشوف حالة بالفنانين اللبنانيين معظمهم أنا عن جد بنشايف الحال فيهم ما عم يهدوا اسم الله يعني لو ما فيه فنانين لبنانيين ما فيه ولا حفلة بالعالم فبحب وبتمنى بس أنه بفهمهم أنا رأيي هني لازم يمسكوا العصاية بالنص يعني بيسوى الفنان مش كل يوم يكون عاتفية بس أنه كمان بيسوى أحيان يعني لما عم بيعمل مصاري بالإطلالات التلفزيونية لأنه أغلب الإطلالات التلفزيونية عم تكون مدبوعة يحب شوى التلفزيونية اللبناني اللوكال يقدر يسيروا يعني شوى خصوصة الأسامل اللي مثلا منا بحاجة يعني والنين عمل مثلا اسمه تحديدا برجع بقول لالبي سي لأنه بعضنا عم نحكي بجيل أغلب وجيل استيديو الفن ومرحلة سيمون أسمان يعني هود اللي بعض اللي هلأ موجودين أنه بيسوى يكون عم يعمل جاست للمحطة اللي يطلع منه خاصة إذا هالمحطة والبرنامج يجب مستعدين أنه يعملوا له حلقة بتليق فيه أنا ما عم بحكي أنه يطلع كيف مكان لا ما هيدي كمان أنا عم بحكي عن حالي يعني أنا إذا بدي استقبل هلأ فنين أصلا أنا بحب أعمل من قيمة كل شخص بيطلع معي بالبرنامج بس إنه إذا كان عنده طلبات معينة أكيد ويكون هو مرتاح ومبسوطة ما بحب أنه يطلع وما بقى بدي يشوف صورة توجه بالعكس بدي ابني علاقة منيحة معه ويتذكر هالمقابلة بشي حلو كارلا لله وبعدين الكفايتي بالطاقص وبعدين أول بروجرام هيكي كان بومينج اللي عملتي يا لال يعان وكان عامل تو سيزنز مع مريان خلاط صح طوني أبو جاودي ورجعته 2006 عملته سيزن ثالث مزبوط أنت أنت عبت أدمي معه ورجع نجح يعني هو عادة صعب بس يجي حدا محل حدا أنه أو كان في وقت كمان أنه البروغرام يرجع يقلع بس صح وانتبه كان في عام الحرب حرب تموز نحنا كنا عم نصور وبلشوا هني يقصفوا حد المطار نحنا قلنا مثل العادة بيقصفوا بفلوا نحنا عم نصور وقفنا التصوير يعني خلص يعني كمان وان كنتوا عم تصوروا بالأل بي سي بأدمع بس أنه عم تسمع الأخبار لا وكيف منا نروحوا ما بعرف شو صار بوقتها أنه صار فيه أصف يعني بعدة مناطق مزبوط فوقفنا وما بقى صورنا وأكيد ما كان عم ينعرض البرنامج بس وقت عم ينصور لم بلش نعرض فرجعنا عرضنا من بعد ما اللبنان كان قايم من حرب يعني صعبة صعبة دغري تفوت رأس وهي كان أنا بتعجب كيف أنه هلأ في حرب عم يرقصوا يعني في ناس عم تفكروا هدا شيء إيجابي ما بعرف قد إيجابي بس أنه حسيت الناس ما كانت هالقد مستعدة بعد حرب تموز أنه رأسه هو نعرض أي ما تدغري بعد الحرب يعني بالجريلة جديدة بأي لول حسو بس أنه كنا بعد نعرفت أنه شهرين يعني يمكن مرات أنه هيك قصص العالم تحس بدها تطلع من جو الحارب بعد ما تخلص ما بعرف يعني هو بنجح مثل ما أنت عم تقوله أنا مذكر كذا حال أو كان ينجح أكتر بعد وياخد لو ما هن كسر هالريتم يلي كنا مشين فيه والحرب وترجع تقلع يعني أنا هيك حسيت أنا كأنا كمؤدي مثل البرنامج بس ما عد نعمل غير موسم واحد بعدين بالألفين وطنعش يمكن عمل شي باع للنهار المصري ولا بلع عملوا شي هيك بمثل يالي يعني بسمو غير شي بعتقد هلأ في نظرة بتقول يمكن أنه هالبرنامج خلص وقته أنا بلاقي أنه لا ما خلص وقته بس بوقتها آآ كان فيك تجمع أربع نجوم شباب وأربع نجوم صبايا هلأ لحتى تقدر تجيب شخص منه هيدا هيدا اللي صار صعب هيدا اللي صار صعب وبدك تصيري تضحي بنوعية لضيوف هيدا اللي صار شوي صعب بس برجع دم صوتي لصوتك وبقول أنه لازم هالفنانين بكل المجالات اللي هي فيها إذا برنامج مرتب وما بدي يقول بيضفلهم لأني ممكن هني ما بيقولوا هيك بس أنه برنامج مرتب وبيحافظ على صورتهم ليش لا يشاجعوا ويكونوا موجودين يعني بالنهاية الناس بشكلة عندهم صوشيال ميديا وبيتابعوا الصوشيال ميديا يعني خاصة لشوي كبار اللي بيحضروا تليفزيون يعني قداش صعب بس كارلا أنه يعني أنتي ما رأتي فيها هي أكتر من مرة بالل بي سي أنه كوني مثلا بالبيك يعني عب تقدمي شي برايم تايم وهيك ترجعي عب تقدمي طاقص مثلا أو ترجعي تحسي أنه هون بلشت نفسيا قداش بتصير صعبة 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 و بس حسيت حالة أنه خلص يا ليل يا عين وما بقعا بنعمل شي بالل بي سي يعني عملنا جانا حلوة لحياة هيك توك شو نعم كان أفتر نون كان على الأربع كماعي كارلا يونس وعفاف دمعة وإليز وانا بالله هلال فتا ونعم كنا مجموعة بنات ونتبدل يعني كنا كلاك بنات كل حلقة واحد يحسبها خطوة لورا يعني أنه بعد ما عامل شبه لحال كانت خطوة لورا يعني بعتقد أنه هيك أنا هيك على القليلة كنت حستها ما كنت كنت عم بعملها كمان أنه لا أنه عم بعمل وأنه هيك أنا مزروبة إذا بدك بالتقص مزروبة بإرادتي يعني أنه بالتقص فإيه محسيت أنه بعدين أنه لأه ليه؟ بس هو ليه يعني عن جد اليوم أنا بعرف أنه أنت رجعت على البي سي وأنه هلأ صار عندك لتلك ليه؟ لأ مش عب بحكي من ميلتك من ميلة البي سي يعني مرات بتحسي بالتلفزيونات في شي غريب أنه ما بتفهمي أنه أنت كان حتى بوقتها عبت تسبتي أنه قادرة تعطي وقدرة قدمي أنه لا يبدون يحطموا أو يحاصروا أو يحجموا موهبي أنه بتحسي مرات التلفزيونات هيك يكون في قطبة مخفية بمحال حدا مدير مش مش حابب أنه هذا الشخص يكبر أو يتطور أو شو اللي بيكونوا مش شايفينه بهذا الشخص تبينزلوه فجأة صراحة أنت ما بتذكر إذا بوقت ما خلص يا ليل يا عين كان عمين عمل برامج كبيرة بالل بي سي بأعتقد صار فيه مرحلة ركود كمان نوعا ما صار أغلب الشغل السياسي أول موقع يعني صار فيه مرحلة ركود يعني ما فيه بس لوم أنا لمحطة كان في مرحلة ركود انعمل برنامج يعني انعمل هيك أشياء بس أكيد ما ما كون أنا فيها كنت أدايق ليش ما ما بدي يعني تخبى ورا أصبعي كنت أدايق كنت أحكي كنت أحكي هيك وأنا بطبعي بستحي يعني بس أنه كنت أحكي أنه قدمى فيه بس بجعب لك ما كان فيه هالغزارة البرامج يلي أنه تقدر أنت أنه تعمل برنامج بس كان فيه براته اللي برأيك قرار أو فكرة عن مش رحقول قرار يعني عند حدا معين بالل بي سي أنه أنت مش يعني مش مؤهلة بعد لتقدمي يمكن بس ما وصلني شيء حتى أنا أحكم عحدا وما بقدر أقول شيء مش لأنه أنا هلأ مع الال بي سي لأنه عن جد ما ما بعرف يعني ما بعتقد يمكن هني مبسوطين هلأ بالتقص أو بحلو الحياة ما بدون يزيدوا لودة علي يمكن أعمل نقص بهالبرنامج هني بحاجة لقلي هون أكتر من هونيك يعني ما بدي فكر عنه أنا ما عرفت ما عرفت ليه وما شفت منه يعني إذا بدك إنه مقعديني عجنب بتذكر برجع بقلك بوقت ما كان فيها الغزارة البرامج بس لما كان يكون في إيفانت أو في شيء برنامج بليش ما بتقوله لك أنا بيني وبين حالي فكر يمكن مش مرتين ثلاثة إنه طلع هيك وصلت صوتي بس بس أنت هون عم تعملي شغل حلو يعني عم بلك ولا مرة حسيت إنه لأ أنت يعني يعني باللبي سي كان في كتير ناس عم بتفل أنا من الأشخاص اللي بدوني هون يبقوا بالمحطة كين وحافظوا عليهم يعني ما بقدر قول شي عن جد لهالمحطة اللي أنا ربيت فيها وبحبهم كتير يمكن هني ما شافوا إنه مصالح مصلحتهم إنه أنا كون بي ظهور معين آآ بهاي الفترة كمان عملت تجربة تمثيلية أعتقد هي الوحيدة لحد هلأ بمجال الدراما نعم آآ كنت عبو أحضرهم يضحكوا شوي إنه هو مش مش أنت كونسبت المسلسلات اللبنانية هدا النوع من المسلسلات بوقت ما كان فيها اللي عم نشوفها هلأ يعني أنا لو بيرجع في الزمن لوراء أنا آآ كنت مش بحط شروط بهني هي مش شروط واحد إنه لأنه عم بيحط شروط لحتى آآ يعني يعمل حاله عن ريتشبل ولا بحط شروط لأ أنا إنجح ولأ المسلسل كله يكون ناجح كان بيك آآ الله يرحمه سامير شمص الله يرحمه أكيد آآ يعني ما حتى اليوم لما ما بتقولي فنانين بهذا الحجم يعني بيستهلوا يمكن شوي ورق أكتر آآ يعني يحمل موهبتهم وإنتاج أكبر يعني أكيد حتى هني كانوا يشاركوا بهاي الأعمال لأنه هدا اللي موجود يعني صح يمكن كان بيك وكان طوني عبو جودة حبيبك اللي بيموت بأول حلقة اسمه حميد بيكون بتذكر إيه بذكر أنت أكتر مش أنا نقيت كيف قبلته ما آآ يعني ما فكرت بهالتفاصيل برجع بيقول لك ما كنت محمسة إنه بدي مسي لأ مثل ما قلت لك أنا بحب التمثيل بحب بحب مسي لا بس رموني علي أنا غيروا اسم توني بس ما ما فكرت إنه ليك أنا بقول أوقات إنه هلأ ما هيك بفكر بس بوقتة إنه هيدو هيدا الزنمي هيك كاتب النص خلص إنه بمزح هلأ مش هتقليلون يغيروا اسم توني بس ليش نقولوا هدا الاسم يعني ما 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 فكرنا ما بعرف صراحة ما بعرف قاعدوا بيموت توني من أول أول حلقة آآ لهيك بالحلقات اللي حضرتوا معي تطلع الزنمي إنه هني بأوصوه بأول حلقة بيكون مجدي مش موشي بدوا يتجوز ناس يعني المسلسل كيف أنا بذكريك هو هادي قصة أنا حضرت كم حلقة بس فهمت القصة عرفت آآ طب آآ برات الإنتاج وبرات القصة آآ إذا ما بعرف إذا رجعت سيقبة بس تحضري حالي كم ومسلي آآ كيف وياريت أنا كان فيه مثل هلأ لأن بوقت برجع بقلك ما كان فيه مثل هلأ الانتاج الكبير الإضاءة الغير شكل إدارة الممثلين الكارافان للممثلة ما كان فيه هالشي يعني فقول ياريت كان غير لأن القصة حلوة يعني بتشوفي بحالك حدا عنده قدرات تمثيلية برات الكوميدي برات الكوميدي مين أنا اي بتشوفي حالك قدرة تعطي بالدراما اي 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 ادرا اكيد بس أنت ما عاد يعني ما عاد نعرض عليك ولا أنت حسيت أنه آآ ما عاد نعرض علي آآ في هيكي شوية تجارب كان نعمل شي كوميدي أو شي كمان ما 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 زبط ملاقي ملاقيوا الإنتاج المناسب لهالأعمال آآ وبعدين ما فيه الأمور ما هني كلهم كمان شركتان يعني بينجوا بالبنان وهالمسلسلات يعني مسلسل هلا عملك الشركات الكبيرة يعني عم بحكي أنا إذا بدي إرجع مسل بدي إرجع مسل بإنتاج يكون عن جد بيشؤول العمل وبيساعدك أنت قدمت إذا هلا أنت بتحط أشهر ممثل وأكتر ممثل شاطر بتحص بتحطه بي آآ كونديسيون سيئة جداً كل النواحي بينجح بيقشت على القليلة خمسين ستين بالمية أكيد وإذا هلا أنت بتحط ممثل ما بيعرف يمثل أول تجربة لإله بس بتحط كل شي حواليه عم بيساعده ويشق له ويحطه بالدوء بيتحسن شوية بس ما بيصير ممثل شاطر مش بالضرورة بس على القليلة بيقدر آآ يعمل مسلسل تاني يحسن حاله بالتاني عالقليلة آآ طب صمتت بالأل بي سي كل هيدا الوقت وتحملتي ما بدي أحكي إنه تحملت كان في عذاب لا لأ ما كان في عذاب تحملتي روتين الوظيفة آآ طب لحظة اللي الجماعة أجو بدون يعملوا لك بروغرام أمتي ما جيتها على التصوير ما هيدا كمان شي غريب مظهور لخبرك شي كمان أو يمكن أول مرة أقول آآ أنا في رأس اكتشفت بكل شي بحياتي كان عالصعيد المهنة أو الصعيد الشخصي صعيد الشخصي بس أحكي كمان فيكون أصحاب وأصدقاء بحكي مرة اتنين تلاتة بحكي شو زعجني أنا ما بعفت خبسا بحكي شو بدي لما ملاقي الشخص أو المؤسسة أو الشغل اللي بوجي عم يتجاوب مش بيقص ببرم ضهري وبفل وإز بصير حق علي لا بس هو كان فيه بروغرام عبين عمل ايه بس بعد شو يعني البروغرام وقتا عمل أنا كنت وساعة وغنية مظبوط صح كنت أنا اجتمعت بالأم تي في وقررت أعمل دانسينج ودا ستارس طب ليه تركتيني حضر للبروغرام؟ نوع من الانتقام يعني؟ نوع من الخوف واللي تنضج وهون أنا باعترف بغلطة يعني أنا كان لازم أقول خلص ما بدي يعني أنا قلت ما بدي لا أمني خلص ما في غيرك بقدم هالبروغرام أنت توقعت أنه ما يمشي المشروع لسبب ما لا مش متوقعت حبيت فكرة دانسينج ودا ستارس ايه بس قصدي ببروغرام الالبسي توقعت أنه ما يمشي وبالتالي يكون عندك اجزة بلان لا ما تنحطي بموقف أنه لا لا أنا كنت زعلاني أنه أنا في سنين نطرت وهيدا البروغرام كان عم ينعمل له كاستنج لكتير شخصيات آه مش كنتي أنت لا بس أنه أنتو حسيت من الأول أنا بدك أنت من الأول أنه كون بهالبرنامج أو بغيره أنت حسيت بس حسوا أنه بديك تفلي هيك حسيت فتولدنت لأنه برجع بقلك الخبرة كمان هايدي لا تتمن ما كان عندي النضج والخبرة اللي عنديها هلأ هلأ شو ما بروح بقول هاي ناجين فرأي تعلقات خبرتك من عشر سنين لهلأ أكيد نضج كلنا إذا الإنسان مع العمر ما بيكبر وبينضج وبصير يفهم بصير عنده خبرة شو أنا فعل عم بعيشه بدك تتعلم اللي شي اللي عم بتمرق فيه هايدي غلطة ما بحب تذكرة عملتها إنه كان لازم عنجد ولي عم ما بدي أنا فعلة بس أنا خوفي أنت صراحة لي ما قلت خوف ولا رغبة إنه لا تنتقمي لا أنا خوف أنا خوف خفت من الموقف أنك تواجه إيه استحيت إيه يعني للشخص أو المؤسسة بخاف خفت فسكرت مش مثل هلأ عندي محامة وبيقلي شو لازم تعملي وبيبقى لا بعدنا أخذتها هيك عرفت إنه خلص ما قلت هربت بس أنا هربت مش إنه هيك فجأة هربت أنا قلت ما بدي أعمل لا وبتعمله صرت قول لا ما بلحق ما فهمه يعني بطريقة معي إن كنت عم بوهره وأنا كنت دجاء إنه متفقا مع الجماعة هوليك فما جيت عالتصوير وسكرتي خطي وبعطت ميل بايخ إنه أنا باعتزر وفلي يعني عم بيقولك أنا باعتزر من تصرفي اللي بيدل على عدم نضوج وعلى قلة خبرة وعلى والدني بس بتعطي لحالك حق إنك تزعلي بوقت أكيد يعني بتعتزري على الطريقة اللي انسحبت فيها بس تعتبر إنه كان عندك حق تزعلي أكيد أكيد حرام إنه برجع بقلك بإرادتي أنا بقيت بالطقس بس كان فيني عمل إشياء غير بهالفترة Dancing with the Stars هو كمان كيف صار هني حكيوكي هم تيدي ديريكتلي ولا أم تيدي حكيوني كريستيان جميل حكياني وقال لي في عنا فكرة وبدو يعرض عليك موسيو مور وهيك صار وحبيت الفكرة كتير لأنه فورما عالمي صح وصحيح أنا أنه مقدمة برايمات على الـ البي سي قبل وبرامج ناشحة متل يا ليل يعين بس إنه هالنوع من البرامج ما كنتم قدمته فورما عالمي وفورما عالمي وصح فكان فشة خلق يعني بعد هالسنين الركود إنه قلت لا إنه حلو حلو هيدا البرنامج وقدت الخير الله نجح بسبب عوامل كتيرة ومنهم أنا وجودة كمان كان من أسباب النجاح صح ملتو ثلاثة سيزنز أربعة أنت كنت بالأربعة نعم أوكي أربعة سيزنز أكي أنت بتعرفي أكتر أربعة بس هو كان ينعمل مش بشكل سنوي كان يمرق شوي أول ما عملوا بشكل سنوي بعدين صار في يتأخر بين سيزن و سيزن يعني سنة ونوص سنتين وهيدا الشي كمان بلش يزعجني إنه أنت معب تكوني موجودة على الهواء بس يوافلتهم ملني موجودة وماعتبريني وما في شي بالمقابل يعني لا مادة ولا أنت شو كان نديل كان نديل على الحلقة يعني ما كانت موظفة أنا على لا لا أنا على بس إنه ما فيك أنت تقول وما عم تعملوا بشكل سنوي وتزرب الشخص اللي معك من دون أي مقابل هو الكنترا كان بيحق لهم بهذا الكنترا يعملوا هيك إيه يمكن هيك بس نسيت شو تفاصيل الكنترا بس إنه يعني حتى إذا كن بدأ نعمل مقابلة على مجلة ديك تخذي إذن إيه ليه مقابل شو طيب على مستوى التعاطي بالمجمل كانوا مناح معيك هنحكي على الأشكال اللي صار بالآخر بس خلال التجربة أنا مكتب حب أحكي عن الأشكال لأنه صار وراي بس إنه هلا اللي أنا عمناه هيك نعمل جردة لا بس قصدي تحسي كانوا فار معي كانوا مناح قدموا لأجمل برنامج نعرض على محطتهم ولا أنه خلص صحبنيها من الـ LBC لأنه مرات هاي دي موجودة عند التلفزيونيات إنه ليك أنا قدمت أهم برنامج عندهم للـ MTV يعني Dancing with the stars بكل تواضع أنا بحسه من أهم البرامج اللي نعرضت على شاشة الـ MTV برنامج كلاس مرتب كل العوامل فيه حلوة إيماج حلوة لإلي طل اللي طل جنان مالات باسم كريستو شاشة الـ MTV لا يعني قدموا لأفضل برنامج عندهم ليش بدي أقول العكس طيب بس فكرة أنه تكونوا اتنين أنت ويساب هاي دي بحد ذاتها ما كانت مفاجأة لأليك لأنه كمان بتفرق بين أنه أنت تكون المؤدمة الوحيدة وبين أنه تصيروا اتنين وبتفرق كمان بين أنه يعني عم نحكي القصة الصراحة بين أنه رجع أنت قدمت اللي هو الصالون المحل اللي بيكونوا فيه ويسام كان بالمحل اللي فينا نسميه ما بعرف مين أو مش مين بس أنه المحل اللي هو طيب هيدا شو هيدا ما كان نوع من أنواع بقلب الديل تعرف هيدا شي كمان زعجني إنه المواضيع اللي زعجتني بس رجعت قلت إنه بالنهاية طلت كارلا يعني وهيدا دي جاء أم بلوس يعني أخبت البلوس بعد ما حكيت بعد ما عملت شي فجربت أعمل بالكورنر اللي أنا فيه أو بالكوان اللي أنا فيه أو بالسالون مثل ما بدأت بتسميه هو لو ما أنه جزء أساسي من البرني مش بيشيلو ساعتها من الستيج بتعطي العالميات وبتعطي عمل كل شي لا أكيد جزء أساسي معاً بلأ بس لا هذا اللي أقول لك وإنهم وإزعل فجربت بهالدقائق اللي عندي إياها كون عفوية كون مهضومة كوني أنت كون أنا جرب أمزح أخلق جو مهضوم أنا ووسعم والناس حبونا سوا يعني حبونا سوا لأهلأ بقولوا لي كلنا نشوفيك بإنسين والدستارز ما بتكون ترجعوا تعدوا يعني حلو هالشي مش نييشة البرنيم شفنك بيقرف أعرفت عنو لا بس أنت حبيتي حال كون سوا أنت ووسعم أنا ما بحب يكون عندي يكون عم أقدم أي شي مع حدا قدمتي مع توني يا ليل يعين هلأ أنا عم بحكي هلأ أنا ما بحب وكان الدرجة قبل في راس يعني بتشوف دايما بأي إيفاند بأي برنامج شاب وبنت هلأ مش درجة بتشوف شاب صولو صبية صولو مش ما منى درجة بقى أنه يكونوا تنين صعبة أكتر إذا ما كان فيه يعني ممكن أنت وطوني كان فيه يعني الكامستري العالي إذا ما كان فيه كتير معرفة بأي نوع من الأنواع ممكن بيصير شوي أصعب تنسي أو لا مخاص مخاص هو مفروض يكون فيه مفروض يكون فيه محبة مفروض يكون احترام لدور الآخر هاي كان الوضع مفروض أوقات لا أوقات لا أوقات لا ليه ما بعرف أوقات لا فهيدا الشيء خليني قل لك اليوم إلا إذا كان عارض عن جد مغري وبرنامج جديد من نوعه والشروط أو الرولز واضحة من الأول ممكن أقدم شي مع شخص تاني إن كان بنت أو إن كان رجل بس بفضل لا لأن أنا لحالي إنو إي كان دوة عادة وأنا بكون مرتاحة أكتر مرات الفورماء هيك بيتطلب حتى إذا الفورماء هيك بيتطلب ما هذا أنا أجرب لك إذا هيك الفورماء بيتطلب وأنا عارفة الرولز من الأول شو هي يعني صرت اتدخل بهالدتايات وإي ليش لو؟ طيب بعد ما نعمل وكمان بلش يصير فيه صعوبات انتاجية إنو ينعمل مواسم زيادة نعم كمان بلشت تدهور علاقتك بالم تي في إلى أن طلعت ببروغرام منه وجور مع بيير رباط كان مفروض تكون حلقة احتفالية فيك هيك كان يفترض وكمان العالم اللي عب يحضروا من بره في منهم كثير حبوا يعني ما حسوا بأنه في شيء هالأضغلات بس أنت يبدو كنت كتير مزعوجي ونزعجتي من الحلقة وبدليل أنه بعد منه بنهار كنت عب تتواصلي مع الـ LBC وعب تقولي أنه عندك فكرة بروغرام وتفلي من الـ MTV صح صح نتيجة التراكمات بجعب قللك شو التراكمات أنا بحكي مرة تنين وثلاثة أوكي أوكي لما ما لقيت تجاوب يعني وبرموا فيه بصير حق عليا بينسوا أنه هني وغيرهم أنه أنا ما قلت لك شو زعجني أنه أنت ما شفتك تصرفت أنا ما بحب أرجع لأنه بحب أنا تذكر أنه أنا قدمت برنامج حلو وناجح ومن أنجح البرامج وعن جد يعني ما بدي أتذكر غير هالموضوع بس أنا بوقتها حسيت أنه المقابلة ما بتليق بشخص جاي يضيف بيطلب من مجلس رئيس مجلس الإدارة أنا ما حب أطلع بالبرنامج بس هو يمكن جاء البروغرام مزح هني طلعوا ليك فيديوهات إشي قديمة لا في طريقة بيطرحل سؤال يعني أنت لعب جاري بتوقعني بس بطريقة بروفيسيونال وحستك أنك بتحبني وعارف الإشياء المحضرة عني بس أنا زميلة بالمؤسسة وأنا جاي بطلب يعني من رئيس مجلس الإدارة أنه قوم بالحل وما سألت ولا شيئا ولا سؤالا هل قد عندي سئة أنه أنا بنت المؤسسة اتفاجأت بهالأسئلة اللي ما بتليق فيي ولا بشخص زميل لألون يعني أنا اللي مذكره كان فيه تركيز على الأشياء اللي عملتها قبل ولأ مثلا نحن حكينا فيها وجوابتي بشكل طبيعي لا مش مزبوط يعني أعطيك مثلا مثل حط مشهد عم بعمل مصورته أنا على سوشال ميديا عم بعمل إجزرسيس للغلوتس هيك بيعاملوا سبور قال لي على ها رياضة قلت له أنا بعمل بوكسينج أنا بعمل ناتاسيون أنا بلعب بيمبون أنا بتمرن الغلوتس جزء من الجسم بس أنت ليه مركز عها أنا كنت بتوقع أنه حدا مثلا سؤال أنه أنت كثير رياضية كثير نساء أنه بيتفرجوا عليك بتعطيهم هيك مثل باور أنه يتمرنوا وينتبهوا على جسمهم في طريقة هون شو كنتي عم بتمرني فيني خيط طريقة الأسئلة حسيتها ما فيها محبة برجع بقلك نفس الشي أنا بحب الأشخاص اللي بيشتغل معهم يكون في محبة وقل لا لا المساري ولا الإكسبوجر ولا أي شيء بالدني بيخليني أشتغل إذا بحس أنه الناس عم بشتغل معهم ما في محبة حسيت ما في محبة أنا بصدقك لأنه إجمالا بآمن بالمجمل لأنه الشخص هو بيقدر أكتر واحد يحس بالطاقة بالمحل إذا فيه ناس حبته ولا لا يمكن العالم اللي عب تشوف من برا تشوف عادة يمكن تعتبر أنه ما بدأ هالقاد بس سؤال بهد المحل الاستطراضي نعم لأنه حضرتك بتأدمي يعني بتعرفي أنه مرات البروغرام أنا ما عبدافع عن بيير بس عب بحكي بالمجمل بيتطلب أنه أنه لا ما يسألك سؤال أنه هاي الحركة يعني يأخذ الحديث عمان حتى ما يبين حوار مجاملات يعمل هالشي مع كل الديوف اللي إجو قبل يعني الديوف قبل يمكن بيستهلوا ينسألوا هيك أسئلة ما نسألوا هيك أسئلة ولكن قليه وانطرش كتير بويا أنت طلعت مرة وحدة بمن نوجور أول حلقة عاملة كمان ما كنت حاضرة ولا حلقة وهذا بيدل أني عندي سئة كان بالأشخاص اللي أنا موجودة معهم وأنا هيك بحب أشتغل أول حلقة عاملة أول حلقة عاملة إيه ولشان هيك حبوا أن يكون أنا آخر حلقة كمان آه أنت طلعت مرتين مرة أول حلقة وآخر حلقة فلا ما بوافق اللي عم بتقوله لا مش مظبوط أنا ما أنا عبقلك آمن بواحد هو شو بيحس بس عب بحكي بالمجمل يعني أعطيك مثل تاني أنت قللي قد ما يكون البرنامج هو هيك أنت حاضروا يمكن للبرنامج أنه بتشوف أنه كيف بيقعدوا يعني مسلا سوري بتكون وحدة عاملة صورة عن قهوة بيعملها أنه هي الامباسدر مسلا طبعا المدري وين جيت أنا امباسدر بأديداس بالمشرق لمدة خمس سنين وعاملة الكامبانيا اللي عملينا أهم موضلز بالعالم كل بلد من أين موضل وأنا باللبنان بالمشرق نقوني أنا نفس الصورة اللي عملينا بأكتر من بلد كارلا تتعرى من أجل المال ما ذكر حتى هي شو ما ذكر حتى أني أمباسدر لأديداس بالمشرق سوري أنا أديداس ومشرق مش بيدكاني بأخر الحي لبراند مش معروف شو هي لا ما إله حق لهو لغيره وإذا برنامجوا هيك أنا ما كنت بطلع فيه أصلا بتعتبرية من الأشياء اللي نوعا ما بتندمي عليها لا ما بيندم لأنه خلتني أخذ قرار كنت دايما عمقول لا ولأ يا عمي في في أشياء بوزيتيف وكان في برنامج هلأ عم يتحدر خلني لا بس هني الام تي في برات قصة تبير دباط بشو يعني خلفوا معك يعني إذا أنت اتفاقك معهم عدانسينج بودا ستارز وقدمت كل المواسم أوكي آآ يعني شو اللي كان تتوعي منهم يمكن زعله لأنه هلقدي بيحبوني ما بعرف برجع بقلك ما بحب أحكي بهيدا الموضوع لأنه ما بحب أتذكر إلا الإشياء آآ الحلوة عرفت كيف وهيدا شي صار من ورايا فأنا عبجرب قبل ما أسألك اتأكد من شغلي إنه هني كمان بهديك الفترة قدمت معهم بروغرام تاني صح؟ بروغرام الكوميدي اللي هو مواهب كوميدي مضبوط هني والحياة المصرية القناة الحياة هني كمان كانوا عبي جربوا يعني كانوا عبي شوفوكي عبي جربوا لا وقدمت الميراكس عندهم أنا اللي عم بقلك شو اللي يعني وكمان فيه مش هلو كانوا حطيني كعرف فيه شي كمان زعجني بالموضوع كان فيه إيفنت أنا مفروض قدمه وإذ بتفاجأ أنه صار لغيري ولسبب أبدا يعني ما كان مقنع وما كان بيدل بالربلك عن محبة فهو تركوا مات لو وصلت آخر شي إنه خلاص ايه شو قاعدة أعمل كان فيه تواصل بوقتنا مع الـ LBC خليك تأول قلبك وتخلي خيار الفلي فليت فليت تاني نهار اتصلت لك حسات بهالـ وهو مش شي دغري يعني دغري 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 يعني تحدر و ديكار أخدت شي شهر شهر و ناس طلعت مع هشام عملت مقابلة وإنه أنا رح أرجع على الـ LBC بعد ست سنين هو وبيه برنامج فيه ميل بس هون الوضع الأنوني مع الـ MTV ما كان بعد فيه خوف من إنه ممكن يوقفوكي أو يمعوكي لا استشرت محامي قال لي إنه لأن آخر سيزن كان قطع عليها سنتين بعد ما عملوها ويعتبر خلص بس آآ كيف بلغتيهم يعني الـ LBC وقته بلغتيهم بإيميل ما بلغتهم ما بلغتهم لا ما بلغتهم لأنه هني عرفوا بس ما كان بيستاهل كمان الفرصة العطوكية إنه مثل ما عملت مثلا مع بيار الظاهر لو شكليا بعت إيميل وعم نحكي الخبرة ما لحقت ابعت إيميل ما هي أنا يعني ما جربت حتى لو عرفت تحكي مع ميشيل المر تبرري له ما عالم جرب لك يا أنا بحكي مرة تنين تلاتة خلاص لما ما لقي نتيجة شو بدي دل أحكي لا بعد ما فليت لا ما بعد تتشكرتين على الفرصة لا تندمع هاي شيكا لا لأنه أنا بكل مناسبة حتى من بعد كل شي صار أنا بقول إنه قدمت عندهم أجمل برنامج وإنت هلا لو ما عم تسألني عن هالإشي وعم تحشرني أنا ما بهمني أحكي عنه لأنه صارت من وراي صارت وراي أنه هني تخلوا عنك صارت شي مرة بأي مؤسسة إعلامية يكتبوا هشري عن شخص بيشتغل معه ما بو عارف أنا على القليلة بيار الظاهر بس حدا يفلمنا عنده بيتمنى له الخير أنا هيك كنت بحب وبلا شوشرة وبلا هالحكي كله رجع صار فيه من وقت تواصل توفت الماما وتلفن عزانة مسي مر وأنا بحبه على الصعيد الشخص هو بحو إنسان منيح ووفل على الأشخاص اللي بيشتغل معه يعني صراحة بس إنه يمكن ما باعرف زعل إنه يمكن فلت بس إنه أنا أعتبرت إنه في أشياء تراكمت وحرام يعني ما بيستهل أحسن بيستهل معامل يمكن أحسن مش منه ما هو مش هو بيعمل كل شي يعني في ميل آآ واجه أول شي مشكلة الاسم هو ما كان اسمه في ميل كان اسمه ستة ستة وستات مش أنا صاحبة الاسم لا البي سي نقيت الاسم وإز آخر شي طلع إشكال على الاسم إنه وإشكال على هاي الفكرة فكرتيك أو مش فكرتيك ما كمان ما بدنا نفوت تفاصل لا مش مشكلة بتعرف اجتمعت بيني ضالب كاسينة من شي جمعتان وهو زميلنا كان بين يو تيفي واللي يعني وهو يلي كان عم بيقوله وطلع على الام تيفي وهيك صح وأنا ما كنت عم عصبة منه عملت له بلوقعة كل شي قال لي بليز وحكياني وحكياني حكي حلو واجتمعت فيه وبقدر قللك إنه بصار رفيق لأنه بالنهاية ما بيصير إلا الحق وبعده ما اقتنع إنه الفكرة نسرق لا قال لي أنا مش هيك أنا يعني حطيت ببوز المدفع فأنا بقوله لني ضال إنه أنا نسيت شو صار وبجع بقولك لو ما أنت هيك عم تحكي بأنه أنا نسيت وما عندي يعني أنا هلا إذا بيجيني أي عرض مناسب لإلي إن شاء الله وينما كان حتى بمؤسس يمكن أنا ما بتخيل حالي بيكون معهم بس شي بيناسبني بروح لأنه شغل شغل وما بحب إتزكر إلا شي الحلو أنا أسطا ما بيطلع مني ما بيطلع مني كلمة عاطلة لو ما هني مثل ما أنت قلت كتبوا على الويب سايت إنه ما بده القاد طيب كتبتوا على الويب سايت لا تبعد المحب بس كارلا بيكون يمكن من شان هيك بقل لك إنه أنا آآ ميشيل مر في محبة بقلبي لأله صراحة يعني آآ معاولة ترجع إتا عملي شي على الامتي في ليش لا إزا عرضوا شي علي حلو الحياة تعرضوا طلب ليش لا بس أنه أنا هلأ مطرح مع أنا باللي عم بقدمه وهيدا اللي بحب نحكي كثير عنه يلي صراحة آآ ولا مرة إلا ما حسيت حالي ببيتي ولا مرة رح نوصل بس بس بعض عنا قصة فيميل ايه تفضل ايه آآ انا عم بشرب كتير عم بحكي كتير ايه ما بيأثر آآ منيح حلو يعني كون هاي دي شو بيقولوا آآ شو هو هيدا المسألة فكوني جميلة واصمطي لا انت كوني جميلة وتكلمي لأنه عندك ممنون ما شاء الله ما كون عم بحكي كتير بقصة لا عم بتحكي آآ أنا عم بستدرجك اسحب منك معلومات بدي أعرف مين اللي قالوا لك إنه ما بيحبوني بس سايدة هلأ بس تخلص الحلقة بترجعي بتخلصي ومش مذكرتهم كتير كتار قد الحلقة اوكي آآ اوكي مهم علا آآ نجح وطلعت ضيوف آآ حتى مش بس لبنانية طلعي معك فنانين سوريين آآ باسم ياخر بعتقد كان واحد من ضيوفك آآ آآ حسين الديك على الديك آآ بس لأنه كمانا أجمالاً للمسلين السوريين شوي أصعب أحيان يطلعوا آآ بس في محلات يعني ما بعرف إذا بدي أقول لدرجة إنه كتير انتعدات بس بلوعد انتقد أنه كمانا آآ بعده عب يتكل بمحل من المحلات البروغرام على شكل كارلا على رأس كارلا على تياب كارلا إنه آآ أنه متل تسليع للمرأة يعني ترسيخ لفكرة إنه المرأة الحلوة هي سلعة بتطلع بتتغنج وبترقص وهيك ما تعليقوكي ما عنده مشكلة شو ما عندك مشكلة لا بدي يكون عندك لا والله ما عندك برجع بقل لك ليش الجمال تهمي ليش إنه واحد تلبس حلو يتبه وينطروا تيابها غلط ليش أنا بنتر تياب جانيفر لوبز ليش ليش بدي ينتر تياب كيم كارديشن وبدأيقول إنه هي مسلعة لا بدي أقول إنه هي دانسر بتعقد بيتعقد ليه إنه البعض بيعتبر هده بيجي على حساب المضمون مضمون الأسئلة مضمون بنظرون بنظرون بنظر الناس أنت شو مربا شو شايف شو حابب تشوف بس أنا ولا مرة طلعت بطريقة مبتزلة إذا طلعت بطريقة حلوة وتياب حلوين وسكسي ليش لا بس ولا مرة طلعت بطريقة مبتزلة أنا قبل ما إعتلهم الناس بعتلهم عائلتي وأنطراجي لصغير وبنتي أنا بدي كون صورة مرتبة قدام بنتي قبل ما أكون قدام الناس إذا أنا عم بلبس فستان وعم برش نحنا ما بنرقص إذا فيه موسيقى إنتا ما بترقص برنامج بيطلب كان إنه ما في نكون مصبرة مش هيدا هو البرنامج ما فيه يعني ومش غلط أنت راضي عنه وراضي عن بوقتها أنت بتنف شو يعني نحنا بلشنا بألفين واتمنتاش يا فراس فراس إيه بس الثورة وكورونا والدولار يعني بهالبروديكسيون بهالشي اللي كنا عم نعملوا كتير منيح كتير منيح مين كان عم بقدم برامج بهالوقت إنه شوي فيها انترتينمنت إيه بإيه بلنامش حتى وقت الثورة ووقت كورونا بقيوا الحلقات بقيوا طب إنه ماشي الحال كم موسم نعمل من ألفين واتمنتاش للألفين وعي ما تبلشنا بي دستيج هيدا عملنا تاني موسم يعني يعني شبق إشي ثلاث مواسم أربع مواسم دستيج اللي هو أنا برأيي المتواضع نقل الأهم بمسير تيك لأنه يمكن هون كنا أول مرة عم نشوف كارلا أكيد كل شي كنتي عبت عمليك نقلو نكهة مختلفة بس أول مرة بيكون بنوع برنامج ما في الشي اللي كنا عم نحكي بتأيدي إنه هو يمكن نقل جزرية بحياتك المهنية أكيد 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 وإجت مأخرة بس لأنه ظروف التلفزيون بلبنان وإنت قادرة فيها ما بتسمح تعمل إذا أنت عم تحكي ضمن الانترتينمنت بده بروداكشن الأل بي سي بها الظروف خاطر يتحطت بروداكشن بها البرنامج هذا الشي ساعدني فكرة مين هي؟ رالف معتو البروغرام نعم نعم من الأساس البروغرام والله بتنحسب له لرالف أكيد وبتنحسب له بكتير أمور عم يعملها وكتير برامج عم بقدمها على الأل بي سي آآ فهو هو أنا عنا وعنا يعني كنت قلت له لا لا رالف أنا بس هيك بدقعد أحكي معه ما بدي يزهق العالم يعني الناس هلأ مين إلا جلادي تسمع قال لي أنا كنت بدي أعمل بعد موسم خامس من فيما لت له ما بعده ناجح خلاص الخلاص طبعي إيه قال لي خلاص عملتي أربعة يعني مش خليوني يقولوا العالم خلاص زهقنا هني وحبينه وخلينا نعمل شي جديد وهيك صار وهيدا من أجمل البرامج اللي أنا قدمتا يعني كنت دايما نقول يا للي يعين ودانسين وده ستارز أنا بحس هيدا أجمل من الاثنين لأنه هيدا كمان في شغلة نوستالجي نوستالجي وبيعيش يعني بحس أنه بس تحضري بالعكس هيدا الحلقات مع الوقت يمكن بالدانسين وده ستارز يعني بيضل إلهم نكهتهم بس بتحسي فيه أشي بالجواز الزمن البرامج اللي متكلي على هكي العالم بتحبه بتحسي بترجعي لك كله فترة وبتحسيها بعضا حلو تلأرشيف إذا بدك أو مثل دوكومنتير كمان أنت ساقفتك بالأشياء القديمة منيحة ولا اشتغلت علي يا كرميل البروغرام البروغرام خلاني اتعمق واتأثر بهالشخصيتين أنا كنت فاكي صباح بتغني أغاني كتير حلوة عاملة ميتان غنية الفين غنية لا هالإنسانة باللي مرأت فيه يعني نظلموا كلهم نظلموا نظلموا واتهموا وكان مشوارهم صعب يعني هلأ بتعمل البتك تعملوا ع السوشيال ميديا بتجيب الملايين بالمشاهدة وبالمساري هونيك لا يمكن كرميل هيك يقدروا يعملوا فن حلو لا أنا دايما وبالحلقات ما بيكبت دمعت إذا حسيت مع أنه يمكن هالشخصية أو هاللجند ماتت من 30 سنة بس ما بقدر ما اتأثر إنه هيدا لبنان يعني ياريت بالمدرسة بيدرسه هالفنانين وهو الإجمال بتحس الفنانين يمكن لو ما شوية محاولات بيناتهم فعليا إنه ما بياخدوا حقهم عرفتي وحتى لما ينحكى عنهم بينحكى متل ما عاب تحكي إنه مين جوزت ومين طلقت وشو عملت وشو لبست ما بينحكى عن التجربة الفنية تبعهم متل ما لازم قدي بيسهروا قدي بيتعسبوا قدي بينسوا حياتهم أوقات قدي في منهم اشتغلوا فن للفن وين في مننا اليوم بيشتغل فن للفن ما حتى وخصوصي هذا الجيل كمان أشتغل حتى بعدين كفت يعني مش إنه تغير الوضع بس بفترة الحرب وبفترة الصعوبات اللي كان فيها لبنان يعني في أعمال طلعت بقلب الحرب يعني الحرب الأهلية أكيد وأنا في رأس بعتقد ليش عملك لازم درسون بالمدرسة لأنه هل فنانين بس تسمع غنيهم بتحب لبنان بتتخيل صورة لبنان كيف كانت منك بحاجة لفيرتوول أو لفيديو تشوفه غنية بكلامة بلحنة فيك تتخيل لبنان هيدا هو لبنان هيدا هو يلي الناس وخاصة الكبار بيقولولنا نحنا هالأرض قلنا هلقدم بتقول أنت هل يجيني فرصة بدي يروح هولي الفنانين وأغنيهم هن اللي بيخلوا الناس وبيخلوا هالولاد إذا تعلموا عنهم يحبوا هالبلد هود اللي حببوا العالم العربي بلبنان أكيد تعرف أنا عم درس بنتي تاريخ ضلي جملة براسة أنا قلت أنا لبنان من وقتها من تلاتة واربعين الاستقلال لما عملوا مفهوم قبل لما يعملوا عم بحضروا نقطة من النقاط يتخلى المسلمون عن حلم الوحدة العربية عن الوحدة العربية يتخلى المسيحيون عن الحماية الأجنبية قلت أنا خلص لشو ندرس هالشي ولشو عم ندرس لولاد هالشي صباح ووديع الصافة وزكي نصيف وهالأغاني هاول هاول بتخليني ما أعرف وما أسألك وما أهتم انت شو انت لبنانة منحب هالبلد مش هيك بيقول لك تأثرت قابل برنامج وما عم بعمله لأنه بدي أشتغل بحب أشتغل وبحب أعرفهم هول الفنانين اللي عم بحكي عنه والمشكل انه هول الفنانين بحياتهم وبموتهم ما بياخدوا مساحة شي إذا بتقرنيها بمساحة اللي بياخدوها السياسيين مثلا للأسف يعني بتلاقي فيه عشرين بروجرام سياسي وفيه يمكن بروجرام هايك عرفت للأسف واللي بيحسب للبرنامج كمان صراحة هو الأعداد يعني مش إنه والله عبيمروا عها الشخصية مرور الكرام إنه غنى هاك أو غنت هاك ولحن لأ بتحسي إنه فريق أعداد مظبوط وبينجاب ناس يحكم وهون أنا بحب دايما يعني أشكر الأشخاص اللي بيشتغل معه صديقنا معتو بالأعداد رالف هو البروديوسر رالف معتو دومينيك أبو حنى هو الكنتنت أكيد مع فريق كتير بيكون عمشتغل مظبوط ورايل تيف المخرج يعني وشاشة الالبيسي برج راح أقل لك بهالظروف مشكل أنت وقت اللي بلشتي كان بعده بروجرام لهون وبس على الهو فجزء من الأكيب كان يشتغل وصرت يشتغلهم أنا بالبرنامج إيه فأعرف ما قلتلك بهاي كلهم نعرفهم ونوجههم تحية أكيد من أشتر الشباب صراحة طيب بشغلك بس أنا ما ما هخلص بدون أول شي فيه موسم تاني إن شاء الله أكيد أنا سر تقول إن شاء الله لأنه حسب ظروف البلد هو التركيز على الفنانين أو هو حصرا بالفنانين اللبنانيين لا عبتعملوا عن فنانين عرب بس أنت بتعرف قده صعب أنه تقدر تلاقي حدا من أفراد عائلته أو مقرب من هالفنان ويقدر يأمن لك ضيوف لأنه نحنا المرجعية الأولى بتكون لعائلته أو للناس المقربين لأله هو بينصحنا ببعض الأضيوف اللي عندهم قصص أسهل أعداديا أسهل ومش بس لسهولة ليكون شيء أكرت مش أنه حدا بيعرفه أو قاري شيء عنه جاي خبرك يعني شيء يكون مظبوط فلاس ما بيأثر شوي التعصب للفن اللبناني لأنه يعني أكيد فيه فن عربي مهم بمصر تحديدا بس أنه أخذ حقه بأعتقد يعني نحن عنا كمية كبيرة من الفنانين قديش سبتوا حكين وبحس بعض بينحكها أكيد وحلو كمان ينعرف أنه هني أصحاب الأغاني لأنه قلت حلقة كثير حلوة مع شخص أنا كثير بحبه ورح نستضيفه والأستاذ نور الملاح يعني كمان معقول هالأغاني اللي عاملها لسلطان الترأو واللي كثير ما بيعرفوا أنه هو عاملون فإذن فيه موسم تاني على مش تاني تالت هو الأول موسم بلشنا فيه مأخرين لأنه كان مفروض يكون معنا جورج وصوف بأول حلقة سلطان الترأو وللأسف نهار التصوير توفى ابنه طح عملتي بهاي الفترة شاركتي ببروغرام رامز جلال نعم تحبي ولا ما بتحبي هاي التجربة ملا بحب لأنه أنا بالإنستاجرام كنت الطعم اللي بيستخدمه ايه تالت بلد عندي هني بالإنستاجرام كفولوورز هني المصاروي وعنا مثل ما قلت لك عملت برنامج الحياة بمصر وكنت عم جدد مع الحياة بس أنه صار فيها مشاكل الوقت المهم ايه مبسطت لبنان أو البلد مين التاني سوريا اه لبنان سوريا ومصر وعندي السعودية والأردن بالإنستاجرام فمبسطت لأن أول شيء اكسبوجر كتير مهمة يعني أنت عم تحكي على أدينس مصر عطاك اكسبوجر ايه عطاني حسيتي أنه بيقدر واحد ببروغرام هل قدم منسوب أو مرتبط برامز قالت أنه ياخد مساحته هو بده يعرف الشخص اللي هو مع رامز يعني هو إذا بدك الطعم مني ومن القبل اللي قدمه وأنه مش هني البرنامج البرنامج هو رامز بس أنه أنا حبيت أنه عم كون عربيا على شاشة الان بي سي لأنه أنا بحب اشتغل على الشاشة بس سيدة أصلي مع أنه التركيز عرامز بس أنت كمان أخدتي مساحة يعني حسيت وحسيت أنه دوري هالسنة كان هديك السنة أنه أكبر من العطلة غيري يعني كنت عم شارك بالضروبة عم بيخدهم يعني أحدي معهم بالضرب يعني طلعت معهم بالطولة بالريستوران طائر وبعدين يعني لا حبيت حتى كان فيه حوار مضبوط يعني كنتي عب تسألي عب تعمل ايه لا حبيت حبيت تجربتي طبي شرفك قديش فيه نسبة طروبة مركبة شربة الميا لا عم بيشرب لأنه عم بيحكي كتير صدقني ما بعرف وما تدخلت وما سألت بس أنه حسيت أنه يمكن يمكن أنه بيكونوا عارفين فيه ضرب بس ما بيعفو شو هو الضرب يمكن بس بتقل لك أنه أنا سألتون شو خصني أنا جاي أعمل دوري أنا ما بتحشر كتير يعني هاي ده دوري هني عارفين مش عارفين عبدين مش عبدين ما بيهمني مهم أنا بطلع مع أكيب عن جد لقيت منهم كالاحترام رامز كتير مهدوم وذكرني قال لي أنا كتضيفك بي يا ليل يا عين وأنا يا عايب الشو ما ليش مش مسكرة أنا عندي ترودو من ورقوات بنسا يعني ما بشوفه ضيوف كان بعضه بالبدايات عنده سقيل طبع الستار ليك الستار كلهم بتقدي أنه عندهم أنه أنا بس أنه مش شي غلط أنا بحس أوقات لأنه أنت مضطر أوقات كستار أو كسليبرتي يكون عندك حدود وإلا ما بتخلص بس معي كان لذيذ كان مهدوم وكان لذيذ وبعدين هو اختارني يعني لكم بالله اه هو اختاري معقولي تكرري التجربة ما بعتقد بهالنوع البرامج بس بحب اشتغل مع رامز أكيد بالتمثيل كمان ما بحب بس أنه بهالبرنامج ما بعتقد خلص أنه صاروا يعرفوا بطلت طعم أنه شافوني قبل أنه خلص اخترق وجك بالنسبة لأشي مرة بعتقد كل شخص هذا إذا افترضنا أنه الضروبي مضبوطة بس بكل الحالات أنه مرة ما بعتقد النوع طب عملي أنت برنامج ضروبي بالعالم عندك هذا الكاركتير لا قلبي ما بتطو معنا هاي مشكلتك بحب طيب في شي بالمقابلة ايه ايه مقابلة اليوم ايه هاي نعملتها معي أنا تفضل أول شي مين اللي قالوا لك عني أني ما بنتق ما قالوا ما بتنطق أنهم ما بعرف على شو قالهم سأنا عليش أنا كلهم بيقولولك عني لذيذي ومهضومة كلهم بيقولوا عنيك لذيذي ومهضومة شكلهم هي نفسهم لو أني بنت حلوة وهايك كانوا بيقولوا عني آه أصدقاء بقولوا هيك عني بس لأني لذيذي لأني حلوة أنا بحس هيك لازم نحكيه مع ما حكينا لا بعتقد حكينا زيادة كمان زيادة عن اللزوم بس استمتعت فيها وذكرتني باشي يمكن أنا عوقات هيك نسيتها وبتنسيها وأنه حلو الناس هيك تعرفها مرسي لأليك وكنت ضايفة كتير مهضومة وكتير لذيذة متل ما قالوا لنا تانكيو مرسي فراز تانكيو خلصنا شو حبيت المقابلة عن جد حبيتيا شكرا